بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا في المحاضرة الحادية عشر اللي هي حنتكلم على ثلاثة مواضيع في منتهى السؤولة البلايتلت كريت والبلايتلتس لارج سيل ريشيو وحنتكلم على البلايتلتس هستو جرام فتعالوا نبدأ في نهاية المحاضرة لابد نعرف الثلاثة التوبيكس دول اللي هو البلايتلتس كريت والبلايتلتس لارج سيل ريشيو والبلايتلتس هستو جرام البلايتلتس كريت هو ايشو ذا البلايتلتس كريت هو نفس الهيما توكريت لكننا عاوزين نشوف نسبة البلايتلتس في الهيما توكريت طبعا هنا لانها موجودة في البافي كوت فبالتالي نسبتها ضئيلة جدا النورب الرينج حقها تخيلوا من 0.21 إلى 0.62% فهي لأنها موجودة في البافيكوت فهي نسبتها إلى الهيماتوكريت نسبة ضئيلة طيب ما هي البلاتلت كريت؟ البلاتلت كريت هي نسبة البلاتلت في الهيماتوكريت طبعا البلاتلت دي موجودة في البافيكوت فبالتالي النورمان ريج هيكون وصغير جدا من 0.21 إلى 0.62% ليش لأنها موجودة في البافيكوت طيب النقطة الثانية طبعا دي كالكوليتد أولي الجهاز بيحسبها كالكوليتد هي عبارة على الـ MPV مضروبة في البلاتلت سكاونت على عشرة ونسميها الـ PCT اللي هي بلاتلت كريت طيب في نقطة مهمة هنا جدا كلما كان الـ PCT اللي هي البلاتلت كريت أبنورمل بمعنى آخر يتحكم فيها النورمال والسايز كيف يتحكم فيها النورمال والسايز؟ إذا كانت النورمال المر عالي للبلاتلتس هيكون الـ PCT عالي إذا كان دي كريز المر حيكون الـ PCT غالبا دي كريز كمان حيتحكم فيها السايز لو كان السايز حق الـ PCT اللي هو البلاتلت كريت هيكون السايز عالي هيكون الـ PCT عالي لو كان عملية السايز دي كريز حق الـ PLATLتس ranes هيكون podcasts السايز الـ PCT دي كريز طيب في نقطة مهمة هنا جدا الآن تعالوا نشوف البليتلس يعني الشخص ده عنده ثرومبوسايتوبينيا الروح نجي نشوف البي سي تي يا نورمل يا انكريز ما معناها لكم أن تتصوروا شخص البليتلس حقه واضية وكمان البي سي تي عالي أو نورمل بالتأكيد هذه معناها جاينت بليتلس إن البليتلس كبيرة معناها إنه فيه لارج بليتلس أو جاينت بليتلس أو ماكرو بليتلس طيب الآن حسألكم سؤال الـ MBV إيش تتوقعوا الـ MBV هنا؟ بالتأكيد الـ MBV حيكون إنكريز لأنه هنا جاينت بليتلس فشايفين كيف الماركر الآن بتتربط مع بعضها البعض طيب تعالوا نشوف النمط الثاني لو كان البليتلس هنا إنكريز الشخص ده عنده ثرومبوسايتوزيس عنده إنكريز في البليتلس وجينا نشوف الـ PCT نورمل أو ديكريز بالمنطق بليتلس عالية جدا وأجي أشوف الـ PCT يا نورمل يا قليل معناها بالتأكيد دي سمول بليتلس صغيرة جدا البليتلس لكم أن تتصوروا لو سألتكم الآن الـ MBV إيش تتوقعوا الـ MBV هنا؟ حكيد حيكون ديكريز الـ MBV لأنه أساسا الـ PCT قليل أو قليل فمدام الـ PCT قليل بالتأكيد الـ MBV حيكون قليل الآن نتعالوا نشوف الماركر الآخر اللي هو الـ PLATELESS LARGE CELL RATIO وكمان يسموا فيه ماركر ثاني اللي هو يسموه PLATELESS LARGE CELL CONCENTRATION ما هو الـ PLATELESS LARGE CELL RATIO الـ PLATELESS LARGE CELL RATIO نعرفه كالآتي هو نسبة LARGE PLATELESS VOLUME بمعنى آخر أنه أي PLATELESS أكبر أو تساوي 12 فمتوليترز بتصنف على أنها LARGE PLATELESS وهذه نقطة مهمة ولذلك دي موجودة حتى في الـ DISCRIMINATOR FIXED FIXED في الـ DISCRIMINATOR عنده 12 فمتوليتر فاللي يتجاوزها نقول عليه LARGE إذن ما معنى اللي هو PLCR اللي هو PLATELESS LARGE CELL RATIO معناها أنه كم نسبة اللارج PLATELESS اللي هما أكثر من 12 فمتوليتر طيب دي بسيطة كالكوليتد أنه PLC اللي هو PLATELESS LARGE CELL CONCENTRATION على البلايتلتس في 100 فذي بنسميها النور مرينج بيكون من 12 إلى 42 طيب النقطة المهمة الثانية النقطة الثانية البلايتلتس LARGE CELL CONCENTRATION ده عبارة عن إيش عبارة عن يساوي PLATELESS COUNTS في البلايتلتس LARGE CELL RATIO بيعطينا إياه وذلك من 30 إلى 90 كيلو بالنسبة للملي متر مكعب طيب احنا بالنسبة لنا في الحقيقة بيهمنا أكيد اللي هو الRATIO THAT'S ENOUGH بالنسبة لنا لأنه كلهم بيقيسوا نفس النسبة اللارج بلايتلتس طيب الاندكيشن لهم ايش الاندكيشن لهم أكيد الاندكيشن لو زاد PLCR they indicated يا PLATELESS CLOMBING يا جاينت PLATELESS يا MICRO RPC اللي هنعدت كPLATELESS يا SIL FRAGMENTS اللي هنعدت كPLATELESS طيب بالتأكيد هذا الماركر هو MORE ACCURATE THAN الMPV لأنه هو indicated the giant PLATELESS لأنه هنا فوق بنعد فقط فقط هنا فوق ال12 في 100 لتر بينما كان في الماركر حق الMPV اللي هو المين PLATELESS volume كنا بنروح بنشوف المين المتوسط لكن هنا أدق لأن احنا فقط كل أي خلية بتتجاوز ال12 في 100 لتر أو تساوي 12 في 100 لتر ذي بتعتبر PLCR طيب في نقطة مهمة هنا كمان أنه إذا قلت البليتليتس وزاد الMPV وزاد الPDW وزاد الPLCR معنى هذه غالبا ذي الداياغنوسيس للأوتو اميون ثرمبوسايتوبينيك طيب تعالوا الآن نعمل نعمل ملخص الآن نعمل الملخص العام الآن البليتليتس دي كريز يعني الشخص ده عنده ثرمبوسايتوبينيا تعال روح نشوف الMPV طلع الMPV دي كريز بالمنطق مدام طلع الMPV دي كريز إذن الPLCR دي كريز 100% طيب جميل طلع الPDW نورمال فده مدام بليتليس واطية والMPV واطي وبالتأكيد مدام الMPV واطي معناها الPLCR واطي وكمان نورمال بي دي دابليو دي بالتأكيد حنشوف البي سي تي البي سي تي حيطلع كمان دي كريز دي أكيد بون مارو ديفكت شايفين كيف إنه بالماركر زي أستطيع أن يحدد البون مارو ديفكت طيب تعالوا نشوف لما يكون الMPV زايد يعني دي كريز زايد أكيد الPLCR زايد بالتأكيد طيب رجع نشوف البي دي دابليو طلع البي دي دابليو كمان زايد وذا منطق إن البي دي دابليو حيطلع زايد للMPV عالي حنروح نشوف البي سي تي البي سي تي هنا حيطلع كمان عالي هذه معناها إنه بليتلس ديستراكشن ون البون مارو معناها إنه شغال كويس طيب تعالوا نشوف الآن للانكريز بالاتليس اللي وهو ثرومبوسايتوسIZ حصل إنه أول شي نشوف الMPV الMPV ما معناها الPLCR أكيد دي كريز حنروح نشوف الBDW طلع البي دي دابليو نورمل وبالتالي إذا منطق إن الBDW طلع نورمل إن الMPV دي كريز والPLCR دي كريز حنروح نشوف البي سي تي البي سي تي بالتأكيد حيطلع دي كريز فالبي سي تي كمان هيطلع دي كريز طيب تعالوا نشوف الآتي دي إنكريز في البليتلتز وقضية الـ MBV إنكريز ومدام قلنا الـ MBV إنكريز معناها الـ PLCR إنكريز وبالتالي أكيد الـ BDW إنكريز دي لو ما نروح نشوف البي سي تي البي سي تي بالتأكيد هيطلع كمان إنكريز دي بنقول عليها اللي قلنا عليها إنها الأسف دي كانسر باب النسبة لملخص قضية ال-MPV وال-PLCR وال-PCT في ملاحظة مهمة الماركرز اللي تكلمنا عليهم اللي هم ال-MPV وال-PLCR وال-PDW وال-PCT كلهم دول يعني يعطوا indication لكن في نقطة في منتهى الأهمية قضية أنه لابد نعمل confirmation أو للتأكد لابد نعمل genetic study أو نعمل البون مرو بايوبسي اللي هو ال-gold standard ال-genetic study في معنى الجاكتو جين الجاكتو جين ذا هو عبارة عن proteins in code اللي بنسميه genus kinase to protein هذا البروتين هو بيعمل proliferation and regulation للblood cells فبالتالي لو حصل mutation في الجاكتو جين حيؤدي إلى أنه الregulation ذا هيحصل له loss فحيحصل loss of regulation فزي ما أنتم شايفين في الصورة الآن شايفين أنه أول ما يحصل أن الجين بيعمل عملية ال-proliferation وبالتالي يعمل feedback ويعمل regulation لكن لو حصل mutation حيحصل proliferation وما فيش regulation فذا واحد من الأشياء اللي بتأكد بشكل كثير قضية عملية لو فيه مثلاً عملية defect في قضية increase في الثرومبوسايتوزيس ثرومبوسايتوزيس نعمل عملية الجاكتو طبعاً أكيد زي ما أنتم شايفين ما دام حصل mutation حيحصل excess cell production لأنه ما فيش regulation النقطة الثانية في جين مهم آخر اسمه color gene ال-calor gene ذا هو إنكود لبروتين اسمه color tecoline protein هذا البروتين له وظائف كثيرة من ضمنها أنه بيحافظ على مستوى الكالسيوم داخل السلس لو ما يحصل mutation في ال-calor gene يؤدي إلى فيه pulmonary new plasma فلو ما يحصل pulmonary new plasma معناها أنه حيحصل حيؤدي إلى essential thrombocythemia فبالتالي حيكون فيه increase في قضية البلايتوزيس ده عملية detection لهذا الجين حيبيلنا لو حصل فيه mutation إنه فعلاً responsible لقضية essential thrombocythemia طبعاً gold standard بالتأكيد هي pulmonary biopsy أو aspiration طبعاً إيش الفرق بين pulmonary biopsy أو aspiration aspiration نحن بنأخذ عملية الفلويد لكن biopsy بنأخذ حاجة من الصلد نفسها تعالوا نشوف آخر محور في هذه المحاضرة اللي هو ال-plateless histogram ال-plateless histogram فيه حاجة بنسميها flexible discriminator ما معنى flexible إنه يستطيع إنه يتحركوا اللي هما lower discriminator ممكن نحركوا من 2 إلى 6 في 100 ليتر وال-upper discriminator ممكن نحركوا من 12 إلى 30 في 100 ليتر لكن el-fixed discriminator اللي هو ثابت اللي هو 12 في 100 ليتر ليش؟ عشان أي platelets 12 في 100 ليتر فما فوق نعتبرها كlarge platelets طبعاً دي النقطة المهمة في قراءة ال-plateless histogram إنه لابد إنه يبدأ ال-histogram start والنهاية حقه قاتي يعني يطلع من ال-baseline وينتهي في ال-baseline هذه النقطة المهمة في قراءة ال-plateless histogram النقطة الثانية في ال-plateless histogram إنه بنتعرف من خلاله تخيله من السيدو صحيح إحنا قلنا نكشفها بال-RDW لكن ممكن نتعرف عليها بال-histogram لكم أن تتصوروا ده ال-histogram حق البليتلتس فواضح إنه فيه microcytosis وفيه fragment RBCs فشايفين إنه ارتفعت البليتلتس وما نزلتش إلى ال-baseline ارتفعت ارتفاع الآخر لو ما نروح نشوف ال-RBCs histogram شايفين ال-RBCs histogram فيه كرف يعني أقل من الخمسين في متوليتر يعني ما معنى أنه فيه small RBCs هذه ال-small RBCs انقرأت ك-plateless وبالتالي عطت السيدو ترومبوسايتوزيز نكتشفها بال-plateless histogram النقطة الثانية كمان إننا نعمل recognize the giant platelets زي ما أنتوا شايفين في الكرف الكرف الوردي هو الكرف الطبيعي شايفين لو ما إنه بالكرف لو ما فيه giant platelets معناها إن الكرف امتد بشكل كبير معناها نديد giant platelets طبعا حنكشفها بال-MPV وحنكشفها كمان بال-PLCR طيب النقطة الثالثة كمان ال-MPV وال-BDW ذول أكيد بنشتقهم من قضية من ال-histogram زي ما أنتوا شايفين ال-MPV هو منتصف حجم البليتلتس وال-BDW هو قضية هل ال-BDW واسع ولا ال-BDW في النورمال رينجو النقطة الثانية في البليتلتس استوغرام إنه الثرومبوسايتوزيس طبعا أنا معايا نورمال كرف جايما شايفين النورمال كرف النورمال الطبيعي إذا فيه ثرومبوسايتوزيس حتكون فيه نورمال كرف أعلى فذي بنقول عليها ثرومبوسايتوزيس كمان نفس الوضع بالنسبة لو ما يكون فيه ثرومبوسايتوبينيا ما معنى هذا النورمال كرف حقي واضح حييجي عملية ثرومبوسايتوبينيا حتكون الكرف أقل فذي بنلاحظها في البليتلس هستوغرام النقطة الثانية المهمة في البليتلس هستوغرام إنها مالطبال بيك يعني نشوف في الهستوغرام فيه مالطبال بيك ما معناها المالطبال بيك دي قد تكون دلالة على بليتلس ترانس فيوجن إنه الشخص ده عنده ثرومبوسايتوبينيا فراح يعطوه عملية بليتلس ترانس فيوجن فذي البليتلس ترانس فيوجن عمل دبل بيك لأنه أخذ بليتلس بشكل طبيعي اللي أحجامها الشكل الطبيعية النقطة الثانية بمكن تكون ريكافري فرومب كيموثيرابي بيعطي كيموثيرابي فبتايل بولمرو بدأ يحسن البليتلس فبطلعت البليتلس اللي هي سليمة وكان في بليتلس الأحجام صغيرة فبدأ يظهر كمالطبال بيك هنا المالطبال بيك دلالة كمان إن في معنا كمان ريكافري فروم الكيموثيرابي طبعا أكيد الآن لما يكون في مالطبال بيك حيكون في أنيسيو سايتوزز في بليتلس أنيسيو سايتوزز يعني إن أحجام البليتلس أحجام مختلفة لأن في دبل بيك كنت معكم في محاضرة البليتلس كريتس اللي هي البي لسي آر والبليتلس هستوغرام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة